موسيقى الله معكم أخوتي أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية الديس حلتنا اليوم مثل العادة منبلشها بسلام ربنا يسوع المسيح بقلوبكم جميعا منبلش على اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أخوتي اليوم حلقتنا مفرحة رح تكون للكل وخاصة لما نعرف أنه في قديس صلى وعن بيصلي وبعضه عن بيصلي لأجلنا لأجل غفران الزنوب لأجل أنه ما يروح ما تروح روحنا على النار ما ما نموت أبدا ونضل في حياة أبدية لألنا الديس كان يصلي دايما بهالطلبة من ربنا يسوع المسيح للغفران ويقول لربنا كل طلبة أنه تخفر للناس اليوم رح نحكي عن الديس الطيب القلب الديس الحالم دوما بالإفخارستية الحالم دوما بربنا يسوع المسيح وهو الديس فرانسيس الأسيزي مار فرانسيس الأسيزي باركته اليوم تكون معكم جميعا رح نحكي عنه حياته كيف تلاقى بربنا يسوع المسيح كيف عمل وجاهد ونضل تحتى يسبت إيمانه ويسبت إيمان الجماعة اللي تبعته اليوم ببركة الديس فرانسيس الأسيزي بنبلش حلقتنا ولد القديس فرانسيز في أسيزي بإيطاليا نحو أواخر سنة 1180 كان بيه اسمه بطرس تاجر ماش غني كتير أمه اسمه بيكا امرأة طقية اتعمد بكنيسة مريم الكبرى ودعية يوحنة إذن دعية يوحنة بالمعمودية بس بيه لدى رجوعه من فرنسا الظاهر كان يروح يتاجر بفرنسا وربح كتير وقت من الفرنسيين وشوفه بس رجع كانوا يعيطوله يوحنة لأمار فرانسيس فبس رجع بيه قال له لأمه بتعرفي أنا كسبت كتير بفرنسا وابني قدامي هيك شايفه شكل الأطفال الفرنسيين يعني شو اللي خطر على بيلو للبي قال له بدي عيطله بس ما بيقدر عيطله فرنسا اللي اسم كان شائع على البنات فعيطله فرنسيس كل ما بدي عيطلك بدي اتذكر البرك اللي اخطتها أنا من فرنسا كل ما بعيط لأبنه بيتذكر فرنسا فعطول كان فرنسيس فرنسيس الاسم هيدا يذكره بفرنسا اللي احبه قلبي كتير اذا تربى وترعرع فرنسيس اللي صار خلص اسمه فرنسيس على يد كهنة القديس جيرجيس وكان يعطوه كل ما يعوزه من العلم ومن التربية المسيحية اللي استمده من هالمجموعة القديسة الرائعة بكنيسة مار جيرجيس شوفوا بكنيسة مين يعني الفارس امير الشهداء اللي حكينا عنه بحلقة سابقة عاب يتلمز بكنيسته الفارس الجديد مار فرنسيس اللي كمان كان فارس كان معروف بالوضاعة وقوة الايمان وكانت حياته كتير عايشها ببزغ وبكرم الى حد يمكن اذا منقول على الكرم الزايد وقاحة او كانوا يعتبروه انه يعني احد يعني غشيم انه ما بتفهم انت قيمة القرش وهكي نقل له بايوا عطول يا مرة شوف ابنك يعني الناس لدرجة عب تخليه بيين انه غابي بيناتهم عبي اخدوله مصريات وبيروح تحتى يسهر عطول هو وديدفع عن رفقاته وعلى طول هو وديقدم لرفقاته لدرجة انه اوقات كان يرجع بدل الرداء اللي على كتفه عطالة حدا من الفقرة اوقات كان يرجع يمكن بدل المشيل بيجر صدقه كان كان فرنسيس واصل الى هيدي اه المرحلة من الكرم والمحبة اللي كانت طيبة قلب واللي كانوا الجيران يقولوا عنه هيدا الصبي غشيم وهيدا الصبي اهبد عبيعمل هيدا مش هو هلا هاب لنهاية عب تروح ضحى بكل شي لدرجة وهلأ بسيق الحلقة راح نشوف فسر فارس الدرع اللي عامله اياه بايوا اللي موصلوا عليه من فرنسا من اهم الدروع اللي ممكن انه ما يخرقه وقته للرمح ولا السيف بروح باحدى المعارك بده يلبس الدرع بيكون تعرف على الشاب وحبه كتير وهيدا صديق عمره بيشلح الدرع بيقوله انت البوس هيدا بيطلع حلو عليك عطيني انا الدرع اللي معك ودرع اللي معه كانت انا كان عبيعطيه فلاز درع فلازة وهنا مرئين بالساحة كان يوضعوا اهلهم فمارق اه الاديس فرنسيس احسان وحض رفيقه بيقوله لمرته شوف ما اللي درع جبت له لفرنسيس هيدا هيدا درع بينحكا فيه ولا شي بيخرق وبيتطلع وهنا الدرع اللي جبت له هيدا ملبسه لصاحبه هيدا هو فرنسيس هيدا قبل بعد ما يصير اديس وقبل ما يتعرف عربنا يسوع كان ماشي بهالخط درع تابعه عطاله رفيقه واخد درع تاني انه دليل على محبته اخوتي عفوا انا بدي اذكركم انه بتلقى اتصالاتكم بهالحلقة تسألوا اي شي عن اديس فرنسيس تسألوا عن نية هيدا الديس اه تسألوا عن نية اي اديس نحنا معنا لانه هيدا برنامج حكاية اديس عابين يمرقوا معنا قصص كل الديسين بنتر طبعا اتصالاتكم اسألتكم تسألوا عن اي نية بتريدوها عن نية سفر عن نية اه ايضا حدا غايب عن نية مرض عن اي شي من صليها سوى كمان شفاعة القديس اه فرنسيس اذا بنكمل مع فرنسيس الديس اللي كان طيب القلب محب ومطيع شخصيته كانت تعتبر من الشخصية قطرية جدا يعني شخصية منها معقدة اه والفارس الحالم كان يحلم بانه يكون اه فارس كبير قرابة العشرين من عمره هو عامر بالامال والاحلام وسرور والحماس وبات قلبه هيك مولع بحب الوطن كان عنده حب لهيك شي اختار انه يكون حبه للوطن بحبه للوطن بهالوقت هيدا برغم وقوة حماسه الحرب نشبت بين اسيزي ومنطقة بروجيا فكان ذلك مناسبة جديدة وجديرة تحت فرنسيس يدافع عن وطنه ويصبت شجعته ويقول للعالم صار في عندكم بضيعة اسيزي فارس جديد هو جدير بالثقة بيركب على حسانه بتشتد بوقت المعركة القوية وكان فرنسيس الصباق اللي بيخترق صفوف الخير والفرسان وبيركد حتى يساعد رفيقه اللي بينقزه لرفيقه انما فيقه ينقز ويتراجع لورق فرنسيس بيعلق بين تقريبا عشرين فارس اخر وفعلا بقات المقاتلة الشرسة جدا لدرجة كان فيه جروح كثير بجسمه جروح كانت تقدي الى مقتله بيقع عن حسانه حسانه بيقوله انه بيموت بينجرح ويتجرح هو بالوقع تبعيته بيتكسر بيقسره وبيحطوه بالحبس بعد ما انقز طبعا رفقاته وصديقه المخلص هلا من بعد هيدا الحبس اللي دام اشهر ما بتتعدى السنة صراحة اخوتي دامت اشهر قليلة السجن دفع بي وفدية منيحة اجا فرنسيس على البيت اجا على البيت مسقل بالجراح مسقل بالكسور والردود صح فرنسيس وعاد الى حياته حياة البزغ حياة الكرم حياة اللهو بكل معانية هيدا اللهو ومثل ما قالنا كان كمان كريم بس رغم من كل هالشي كان شاب يتمتع بجمال هائل كان شاب كتير حلو لدرجة كانت حتى البنات لما تمرق من حده لفرنسيس واحدة بدي تزدطلوا الاشارة بتبعها واحدة بدي تهديه وردة واحدة بدي تقدم له اي شي فرنسيس كان رائع على الجمال شوفوا قد ما هو كان كريم انتبهوا ما كان كريم بس بهايدا العطاء كان الشباب يكونوا ماشيين معه على قد منه كريم وجميل النفس والوجه مارا فرنسيس احدى البنات مسلا عطته وردة يعطيها لصاحبه قدام البنت يعني انه يعطيها لصاحبه الشاب اللي معه يقل له هاي اللي عطتك الاشارة بتصدق انا معجب فيها اللي فترة وما قال يعني احكيها يعطيه الاشارة طبعه روح تعرف عليها البنت تعطيه مسلا تهديه او تبعت له مكتوب اني معجبتهم بك مسلا ويعرف انه رفيقه ومعجب فيها يقول له روح تعرف عليها انت كان لدرجة انه منه اناني منه انه انا اللي عب يعجبه فيه الناس كان متواضع وبعدني عبقول بعد قبل ما يعرف يسوع انما الصوت اللي كان داخله واللي قوي شوي شوي من بعد ما مرد ورجع من الاسر صار يسمع على طول فرانسيس يتطلع ميلة احدا يقول لام ويقول لابا يهودنا يفكروا انه هيدا الصوت اخوت اللي عب يسمعه جراء العذاب والكسور والسجن اللي عانى فيه السجن الانفرادة سجن تحت الارض سجن العذاب فصار يسمع اسوات فكروا جابوا له حكيم مباشي فرانسيس انما كان الصوت اللي عب يسمع بالاول بلش ينديه باسمه ربنا بلش ندينا باسمنا يعني احد الاديسين قال انه الشيطان بيعرفك وبيعرف اسمك بنيديك بخطيات الشيطان بيعرف اسمك بس بنيديك بخطيات انت عملت هيك انت عملت هيك بعقدك مع انه بيعرف اسمك بنيديك بخطيطك ربنا ياسوع يا اختي بيعرف خطيطي وبينيديني باسمي شفتوا الفرق الشيطان الشيطان بيعرف اسمكن بناديكم بخطيتكم بذكركم بخطيتكم ربنا يسوع بيعرف خطيتكم بناديكم باسمكم هيدا اللي كان عب يصير مع فرانسيس كان عب يعيتله فرانسيس من بعد ما صح كمان صار فيه ظاهر منوشات بمنطقة مدينة بعيدة وطلبه دعم السيزة بيحمل حاله هو بيركب على فرسه وبروح على الدعمتين هنه رحين سابت انه تعين بكتيبة فرسان هاي الكتيبة الفرسان كان العشرين فارس اللي بقلبه او ثلاثين فارس اللي بقلبه هنه اولاد العائلات البرجوازية اولاد العائلات تقالي الغنية كتير انما فرانسيس كان بيه غنى بس فرانسيس كان بيه تجرق ماش يعني اللي كان مع هالفرسان اذا بدكن هو اللي بيورد لبي فرانسيس لقماش يعني حدا اعلى من الطبقات كان فيه طبقات فكان يعيرول لفرانسيس هو رايح معهم انه هيدا مثلنا من نفس الطبقة كان هو ماشي حدهم للا اقل منا بس يلا ماشي الحال فكانت هيدا الامور تضيقوا لفرانسيس انه لعب يحكوني بهاي الطريقة فمر قد ما تضيق من الفارس اللي حده بيعلي فرانسيس عن ايده بيقول له هيدا الجروح انا منصاب انا عبدافع عن اسيزي انت ما كنت بعد رحت على المعركة فعنده احترموه اكتر اشدو احان اكتر انو الزلم يجاي معنا بعد جراحه ملتقمت مية بالمية وجايتها يدافع انو انتو بيجايين عب تقولولوه منك من طبقتنا يعني اعلى بطابق يعني انتو انو ما عب بفهم الفكرة الزلمة بعد ملتقمت جراحه ومتل هلأ كتير نحن اقوات منعير ناس يمكن منعير انو جارنا عسكري فقير هيداك لك شو معتر عنده دكان انجا ايش يا اخوتي شوفوا هيدا الزلمة شو بيكون عب يعمل يمكن بعده فقير لانو عب بيع ربطة مثلا البقدونيس اقل من غيره عب بيع الخصة بألف ليرة غيره عب بألفان يمكن ما بيضير بحوة مجرد انو عب يكون عب بيقدي حاله يعني ما انو اهبل هيدا زلمة بيكون منيح العسكري اللي نحن مقنوني عنو فقير وبدلته مخزقة وانجا معو ياكل هيدا عب يدفع عنا عجبها مش كل واحد انتو تشوفوه تفكروه انو هيدا الانسان يعني انسان شو هالقد ضعيف ما منحترم او شي بتكون تشوفو شو خلفيته شو نفسيته شو عامل شو عامل كرمالكن هيدا الفكرة كان عب يعينيه مار فرانسيس انما هو ريح على الحرب بنيديه صوت هالمر اقوى بيقل له فرانسيس اتبعني بيتطلع انو القائد اللي عب يعيط له هدمين فيه ورا مياه ما بيشوف حدا بيمرق رفيقه سمعت الصوت ما سمعت الصوت يا خايف وعب يقل له اتبعني اخر شي هو عب يشرب فرانسيس بيقل له اتبعني ورجع على السيزة ورح تتبعني وتبشر باسمي انا الرب يسوع اتبعني بيترك كل شي وبيبرم بيرجع بس لما يرجع يعد فار من الجندية يعد المهارب من الجندية اللي بيجوا على البيت اللي عندهم بيكمشوه فرانسيس اتبعني انت هربان وقهنت الامير يا خيشو هربان انا سمعت صوت صوت شو اللي عب تسمعه حطوا بالحبس طلع من الحبس رجعته الحمى والمرض لمر فرانسيس وهو مريض كانت كمان عب تجي انو تبعني روح على الكنيسة وهونيك بتسمع كلمة الرب ورح تمشي فيها فرانسيس تلع من هيدا المرض ورح رأسا على الكنيسة مش كنيسة وحدة كان في عدة كنيس بأسيزة صغار كان على طول يبرم عليهم فرانسيس يصلي بكل وحدة ويبرم على التاني يسمع العيزات اللي بيحكي فيها الكاهن ففرانسيس تعلق بكلام الانجيل كتير وخاصة مطرح ما بيقول ربنا يسوع المسيح اترك كل شيء واتبعني واحمد صليبك وتعال عبيسمع هالكلام عبيسمع هالتراتيل عبيسمع وهالذيته كتير منيح اذهبوا وبشروا بكل الارض روحوا برموا وبشروا بكل الارض وعمدون على اسم الاب والابن وروح القدس فرانسيس قاعد جامد بالكنيسة بس خلصت واعتبرها موجهة لقاله شخصيا هالكلمة شو بدي اعمل يا رب صار يصلي يا رب عطيني شو بدي اعمل هون كان بداية بقى اللقاء بربنا يسوع المسيح صوته من السماء اتبعني 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 هو قنايم بيشوف رؤية بيقول له فرانسيس صلح كنيستي فرانسيس صلح أصلح كنيستي بيقوم بآخر الضيعة في كنيسة مهجورة ببلشي عمرة بحاجة لحجار بسيريبرو مار فرانسيس على أحجار بس مشان ما ما قطع كتير لانه في ناس كلكم بيعرفوا الخبرية لما قام من الحم فرانسيس وراح وجدت رؤية انه اتبعني وقرأي الانجير وشاف فقال انا كما خلقتني امي بدي شوف بي السماوة بيشلح تياب وبيطلع بالشارع هون بفكروا انه جن او الحمم أسرع بيجوا بيجي المطران بيخطي بيقول له زي بدك تبشر بالرب مضرور تبشروا يعني تكون مزلط هيك خرجت من بطن امك مزبوط بس الله بيحبك بس ارتدي قال له ما بدي ارتدي من عند بي انا الحرير والناس ماشية ممعة تاكل عندها اختار ولبس الخيش لانه تقالكم ما جاب الفكرة من عنده كان الفقراء يلبسوه الفقراء تلبس خيش لانه ممعة تلبس الكيس تخيط كسان بعضهم تخيط الخيش تخيط هيك الجلود وتلبسها لانه ما كان معهم يشتروا ففرانسيس عمل متلهم عمل متلهم تيبين ان هو فقير متلهم تيبين قدام الرب هالقد متواضع وهالقد هو حقير امام كلمة الرب الرب هو العظيم وانا هو الحقير فانا مني اهل انه اقول كلمة الله هيك اعتبر مر فرانسيس وهيك اكمل اذا فرانسيس بس بلش يتبع ربنا يسوع ويعمر سيروح عند الناس عطيني حجر عطيني حجر انا بدي حجر يجي بيو لك يا ابني اخذ المصاري بعمر لك انا الكنيسة بسترجاع دي بدي تكلفني يعني ما بديت عمر الكنيسة بدي الناس تشاركني فيها بحجار ما قبل من بيو انه عطيتني مساري عمرت كنسة كنسان ثلاثة انا شو بدي اعمل انا خليني انا اتعب الرب طلب مني ما طلب منك بدك تتبرع بشي كان يقول لبيو لأمه تبرعوا لي بحجر تبرعوا لي بصندوش تعمل فقرة اخوتي بس ما بدي اخد منكم مصاري ما كان بده يلمس لمصاري بييده ما بده ما بيحجل قلة الرب قال لما تروحه تبشره ما تاخد معك لا مصاري ولا اكل ولا شرب ولا حتى تروح لابس شي باجرك روح والناس هي اللي بتعطيك وهي اللي بتقدرك فكان فرانسيس عطيني حجر وما كان يرد اي عطاء يعني مسلا ولد صغير يعطيه بحثة صغيرة ما كان يقل له هلأ بحثة روح قول لأمك تعطينا شي حجر يا ابني لا برافو عليك انت عب تساهم وتساعد باعمار الكنيسة ياخد البحثة يحطها فوق الحجار برافو انت ساهمت باعمار الكنيسة منجي هلأ واحد ما معقول لألف لير عب يحطها مضروق باهدلي يا ظالمي خلصنا هلأ ما بقى معك خمس تلاف حتى أو عشرين ألف أو مئة دولار يا خي هيدا عب يساعد باللي بيقدر عليه البحثة عب يساعد فيها وفرانسيس كان يهنيهم بالنهاية الله طالب قلبنا ما طالب مصرياتنا الله منو بحاجة لمصاري انتو بحاجة لمصاري انتو الفقرة وانتو المعطرين قد ما كان معكم مصاري قد ما كان معكم مليين انتو الفقرة مش فرانسيس الفقير انتو الفقرة انا شفت كتير رؤساء ماتوا شفت اونسيس مات ما اخد معه ليرة كل الرؤساء ماتوا ما اهدوا معهم اباطرة ماتوا كرادلي بابوات ما حدا اخد معه لا تاجه ولا مصرياته ولا حتى الحزاء اللي بيلبسوا ما حدا اخد معه شي هيدا فرانسيس بحاجة لقالكم فرانسيس لمصرياتكم الله اللي بيقوت الجميع الله اللي عبيعطي للدودة عبيعطيه رزقيتها انا جاي انت تربحني جميلة ان انت بتعمرلي كنيسة بس سميلي هيدا عاسم سميلي شو هالحكي هيدا الله اللي بيعطي المعطي المسرور الله بيحبه مش المعطي واللي بيقول نتبرع لنا بشي الفين دولار بركب بيذكرونه انه والله مرسيلا فلان او مرسيلا شو هالحكي هيدا فرانسيس يا جماعة بدي حط فرانسيس عجنب ربنا يسوع المسيح ما كان يقبل يقعد اول واحد بس يجي هلأ ممثل اذا فات على الكنيسة وما حطوله كرسي بالنص بيحمر حاله بفل مش يعيب الشوم عليك الله شايفك اذا ما حطت ينالك كرسي بالنص بتفل الله يمكن هو يشوفك بالنص بيجي لواحد بعد بسر ويومين مسقول اذا ما قعد بالنص بيحمر حاله بيزعله بفل وفي واحد فقير تيابه مخزقة واقف اخر صف في الكنيسة الامس تحيفوت هيدا عيون ربنا يسوع عليه وهيدا اللي بيحبه يسوع المسيح هيدا هو اللي بيحبه يسوع المسيح بهنيك قصة لما اجت بيحلم واحد بمنامه انه عب يقوله في اغنى واحد بالضيعة بده يموت يا دلة يا دلة اغنى واحد بالضيعة حلم هالحلم شو بدي اعمل بعطوله وراء المختار بدي اكتب لأبني الفيل لهيدا مين رح ياخد السيارات كتبولي الشركة لأبني الصغير يي 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 يوم الخميس بالرؤية بده يموت اغنى واحد بالضيعة انا اغنى واحد بالضيعة بده يموت يا ابونا دخيلك اكتب لي هيدا الصورة انه انا قدمت عن روحي يخلي الناس تصليلي دخيلكم بده يموت انا شو عامل هو عبي يحكي هالشيه هيدا وما نام كل الليل النهار الموعود فيه هو بيسمع دقة الحزن بالكنيسة شو فيه شو صار قالوا له مات نطور الكرم اللي عندك تحت هيدا اللي كان ما عنده بنتلون يلبسه هيدا اللي ما كان تعطيه حقه هيدا اللي ما كان عنده تيابه وعائلته مات النطور اللي عندي هيدا اغنى واحد والضيعة هيدا هو اغنى واحد مش انت يا انسان اغنى واحد مش انت يا انسان اللي بدك تحط الكرسي بنصف الكنيسة وتقعد تقول له العالم تفرجوا علي انا المسؤول مسؤول شو مسؤول عن كم سنة مسؤول شو الناس اللي هلأ بكل الدول بتتذكر اسم المغني ما بتتذكر اسم الرئيس بكل الدول مين كان فيه عقيام ام كالتوم طب مين كان فيه عقيام فرانسيس الأسيزي مسؤول اعطونا اسم الامير اللي كان مين كان فيها عيام مار جوريس مين كان؟ مين بيعرف؟ مين بيذكر من الرئيس اللي كان عيام مار شربل؟ هاي دي أمور زمانية بتروح وحده الله اللي بيضل الله أولاً وحده اللي بيضل وصيرة اديسيه اللي بالضل القديسين بشفاعة اديسين organization ما نخاف منقول كلمة الحق مين أنا تم انحبس؟ ماربوتوس انحبس صخرة الكنيسة ماربولوس قولوا كلمة الحق طبعاً أنا ما عبقول كلمة الحق تعتدوا فيها عن ناس أو تهينه لا نحن منصلي كرمال الرؤساء وكرمال المسئولين تحتى يخدمه الله ويخدمه الشعب بأمانة منصليه انت يخدمه الله بأمانة وتحتى يخدمه الشعب بأمانة إنما أبدا مش مسبوط انه نحن عم نصليه لأنه خايفين منه مخافتنا هي من الله وحياتي أنا من الله مش منك أنت طمنع عن الأكل يخي الله يبعث لي تار بطعميني مارلياس بمين كان يطعميه الملك ولا الرب كان يبعث له الطيور ما حدا يخافن حدا ما عامنهين حدا ما بيصير حدا يا خي ما تخزق أصوله لحدا ما تعملوش يحبه الكل ايه أنا بحبه للرئيس وبحب كل رؤساء العالم وبحب كل العالم بس لما يجي هو يكون معارف حالوين قاعد ويزعل انه ما قاعدوه حطوله كرسي بالنص شو عبتعمل يا إنسان بحزن عليك بشفق عليك صدقوني شفقوا عليهم هولي شفقوا عليهم صلولهم لو ان رايحين هذا اللي عامل هاك وماشي ما بيتطلع فيكم انتوا في قراءة صلوله هادا معتر هادا ما بيفهم ما عنده فهم لان لا ما بيفهم ما بيعرف الله لو كان معه دكتوراه اللي بيفهم هو اللي بيعرف الله اللي عنده حكمة هو اللي بيعرف الله اللي بيعرف ربنا يسوع المسيح هادا هو اللي بيفهم هو ليك ما بيشو بي انه دكتور يعني ما بتعرف الله مهندس ما بتعرف شو عبتعم عبتعم بتعرف شغلتك وارجيني كيف دكتفوت على السماء شفتو كيف ما عرف فرانسيس عارف كيف يقوت على السماء وعرف كيف يحب الله معرفة فرانسيس عرف كيف يحب الله مجانا بدون أي شيء بدون لا بد يدخل على الجنة ولا بدخل على النار أنا بحب الله لأنه يستحق الله أن يحب هيدا هو الله ما بحبه لأنه خايف إنه بكرة بس بدي موت داخلكم لا الله هو محبة إن أحببت الله فهو يحب لأنه هو المحبة عرفتوا كيف مش لأنه خايف من شيء يعني أني أحب الله لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب بالجحيم لكن أحبه لأنه هو حب لأنه هو بينحب واحد بتقول لأي بتحبه لأفلين يا خي لأنه بينحب لأي بتحب جارك لأنه بينحب لأي بتحب رفيقك لأنه بينحب بتبعوا ما بتعطوا سبب ما بتعطوا سبب ما بتعطوا سبب أبدا لأي بتحبه عرفتوا بيجي واحد بيقلكن يا زلمي هيدا الإنسان شو لقين بتقولون لا أنا بحبه وليه بتحبه؟ والله الزلم يبين حب؟ ما عندكم سبب، مش يبين حب؟ لأنه مبارع عطاني والله جلون مايعة ببيته أنا كنت عايز، مرة كنت مقطوع من البنزين يعني انت عاب تحب هيدا الإنسان بشان سبب معين؟ ليه بتحب مرتك يا إنسان؟ ليه بتحب مرتك؟ اسأله واحد ليه بتحب مرتك؟ بتعرف الله مرت بحبه لأنه بتعملي أطيب أكل، مش معقول مرت بتعملي أطيب أكل شو بحبه؟ شو بتحبه؟ يعني زي بطل تعملي أكل بتكرهها؟ ليه بتحب ولادك؟ ولا ولادي بساعدوني، هذا بيعمل لي مستوجه، هذا بغسل لي مدرشوه، هذا بيساعدني؟ يعني إذا بطل يعمل لك بطل تتحبون؟ لما توصلوا لمحال أنه أنا حب مرتك أو حب ولادي لأنه بينحبه بلا أي سبب؟ بحب الله لأنه بينحبه بلا أي سبب؟ عنده وصلته للمحبة الأصلية، بس حب واحد بلا سبب، مش لأنه شعره طويل أو أصير، لأنه عيونه زرقه، لأنه بيمشي حلو، لأنه بيلعب حلو، طب يعني مست إذا بطل يلعب حلو بطل حبه، يعني أنا بحب هيدا اللاعب لأنه بيلعب حلو، إذا بكرة تكرسى هيدا لعب حادث معي، بطل حبه، شو هل حكي هيدا؟ هيدا منه حكي أبدا إلهي، منه حكي أبدا كنسة، الكنيسة منحب الشخص لأنه بينحب، مش لأنه بحبه لأنه عب يعطيني مصارق أو عب يعطيني شي تاني، هيدا محبتنا لربنا يسوع المسيح، مش لأنه يعطيني شي مثل ما حبني مجانا أنا عب أحبه مجانا، يا ربنا يسوع المسيح ليش بحبه الإنسان؟ لأنه أنا خلقته لأنه بحبه، هيك ربنا يسوع المسيح بيقول لك لأني بحبك، ما بيقول لك بحبك لأنك بتصليه لأني بحبك، طب ربنا يسوع المسيح بحب الخاطئ اللي بيضال يسبه، اللي سلبه، بحبه، يعني ما عطى شي بالمقابل، عب يعطيه كره وعب يعطيه مسامير وحبه، أنا ما بكره حدا، أنا حتى جار اللي بيزعلني واللي بيكسر علي بالسيارة واللي ما بطيقه بحبه، ما بحب أعماله، بس ما بكره حدا يعني، أنه أنا بس شو قربنا يسوع المسيح، أنه شو بتكونوا أنتوا فرقين عن الأشخاص اللي خارج الكنيسة، أنه مين منكم إذا ابنه بيطلب بيضاء بيعطيه حية، ما الأشرار بتاعت أولادها العطاء الكويس، الأشرار بتاعت يعني إذا واحد من داعش اللي هو شيطان، إذا ابنه طلب منه الغيف خبز، عب يعطيه الغيف خبز، أنتوا شو عب بتعمله، الرب يشرك شمسه على الأخيار وعلى الأبرار وعلى الأشرار، بيشرقه على الكل، ما بميز بيعطيه هون شمس وهون فاي، الله انتبهه كتير منيح، ما عنده واسطة يا شباب، ويا صبايا كمان يعني، ما عنده واسطة الله، و الله بحبنا كلنا، بيتدايق لما نعمل غلط لأن بيحبنا، وبينبسط لما نتضحك ولما نكون فرحين، بيتحك معنا، ربنا يسوع المسيح عنده أجمل ضحكة، إيه إذا كنتوا عب تتضحكوا ومبسوطين، وحدا عام الجو حلو، بيكون عب يتحك معكم، بيكون كتير مبسوط، مين قالكم يا جماعة، سيدة البسمة، ابتسم، العذرة ابتسمت سيدة البسمة، سيد الابتسامات ربنا يسوع المسيح، سيد الابتسامة، هو أجمل ابتسامة بيعطيك إيها، أجمل ضحكة لقلبك بيعطيك إيها، هيدا هو ربنا، أنا أطر إتصالاتكم إذا حدا بيحب أنه يتصل، ويسأل عن مار فرانسيس أو عن أي أمر يحب أنه نصلي فيه، طيب، فرانسيس آمن، عمر الكنيسة، بيجي اللي عنده بأحد الأيام متران المنطقة، بيقوله يا فرانسيس مبارك اللي عبت عمله، بس على فكرة، بدك تطلب إذن، تحتى تكمل برهبنتك، تحتى تكمل بالصلاة، ما فيك هيك أنه تطلع وتوعز ناس وتصلي، قال له فرانسيس، نحن 11، أو لك إذا رحنا عند البابا بيعطينا إذن، تنبلش بجماعة كنسية ك11 واحد، قال له المتران، أنا بشوف أنه ممكن يعطيكم إذن، بس رح تكونوا 12، قرب فرانسيس وباسو، وراح معهم، تشوفوا روحة هالإحساس الروحي الرائع، قال له لفرانسيس، ما بعرف إذا رح يعطيكم إذن ولا لا، بس رح تكونوا 12، لبس مثلهم، وراح معهم، شفتوا، وصلوا على الفاتيقان، وفرانسيس فعلا، طبعا، بعد روايات، أنه بتروى أنه فات بالروح بلا ما يشوفوا الحراس، وبس كحشو من فوق، قال له، أو برأي مش إنه كحشو، يعني قال له له، سوري إذا ما في معك إذن، ما فيك تروح، خليني أخد إتصالوا بكامل معكم، ألو، ألو، سلام المسيح، سلام المسيح، يعطيك العافية شماش، الله يعافيك، حبت شرك معك الليلة، عم بحضر معك مير فرانسيس، وعم بسمع قصة حياته، فحبت صلي على هالنية، على نية أنه فعلا، أنه مير فرانسيس عنده كان كل شيء، وترك كل شيء، وما تأثر بشيء، ويمكن هيدا الشيء اللي حرره، نعم، نعم، فأدي نحن أوقات من نتعلق بأشي كتير بسيطة، إذا تغيرت شوي تسعجنا وبتضيقنا، فأنا الليلة بدي صلي على هالنية أنه، يا رب عن جد أن تعطينا أنه نعرف أنه أنت الأساس، ونحن أغنية فيك، ومنا بحاجة لشيء غير أنه يمكن قوتنا اليوم كلمان نقدر نعيش، وحبت كتير أنه المرشنانسيس كان يسمع صوت الراب، فما بحرف إذا أوقات كتير يمكن الراب عم بيحكينا، ونحن معهم نسمعه بعد دجرة، فبدي صلي معك الليلة على نية كل شخص عم بيصلي، يعرف كيف بدي صلي وكيف أنه يسمع الراب إذا كان عم بيحكيه، وخاصة أنه بصلي على علانيتي أنا كمان إن شاء الله كون فعلاً عم بسمع كلمة الراب بس كون عم بصلي مش بس أنا عم بيحكي، بدي صلي على نية كل المرضى، وكل الأشخاص اللي هن فعلاً موجوعين وبحاجة لمين يكون حدن، يعني من فرسيس هو كان بيعمر كنيس كرمال العالم كرمال الناس، وهو كمان كلمة على العالم وعالناس، بدي صلي على نية كل واحد محزون، للأسف أنه في كتير أحزان بهال شرق خاصة يعني، صلي على نية كل واحد خاصة هلأ في البلش الشتوية، يعني عن كل واحد يمكن ما عنده مقوى يقعد فيه، ما عنده محل يقعد فيه، أنت يا رب، أنت اللي بتقوي، أنت اللي بتساعد، أنت اللي بتعطي، أمين بصلي معك بركة ربنا يسوع المسيح، وبركة القديس فرانسيس بكون معك أيضاً. اخوتي فرانسيس بس راح عند البابا وقالوله لا اطلع فالبابا بيقول للكاردنال سمعت صوت نجي برامين قال له شخص جاي لهون وبدو يطلب اذن برهبن يبدو برهبن جديد او جماعة جديدة فبيقوم بيقول له البابا كان هيك لمح شوية من شكل او طوب قال له مينو هيدا الشخص خليني بس هيك حابب حشرية نشوفه يعني جاي هيك بشجاعة لعندي وعلى امل ايمانه انه بيقله ان انا راح وفاقله على جماعة من 11 شخص او 12 شخص خليني شوف هيدا الانسان فبيرجع بيبعت وراه وبيطلع بيقله لمار فرانسيس انا مش شايفك قبل قال له لا انا مش شايفك قدست البابا انت هي اول مرة بشوفك هون عم نشوف رسول الفقراء وعيد مار فرانسيس ب24 طبعا 24 اول فالبابا بيقله شو بدك بيقله فرانسيس بدي اعمل جماعة من صلاة وهيك فبيقله البابا هلأ اتذكرت انا شفتك بمنام وحلم البابا منام وقتا رهيب انه الكنيسة عب تتهبض وعمود الكنيسة الاساسة الاساسة عمود الاساس يعني عب يوقع وبيجي مار فرانسيس قال ما قال له بيجي مار فرانسيس قال له يجي واحد لابس مثلك وهدى العمود الاساس تبع الكنيسة وبقيت الكنيسة سامدة طلع فيه قال لهم بلا هيدا انت هيدا الوجه اللي انا شفته اللي عب تهدي الكنيسة شو الرقية اللي شفتها يا فرانسيس قال له شفت الله عب يقلي تعه وعمر كنيسة صرت معمر خمس كناية صار فرانسيس كان معمرين وقتا او اذا بدكن مرمم لخمسة كناس من من تبرعات الاحجار طبع العالم كان فرانسيس مع مرجة وحداد وطراش وكل شي وكان معه كمان ثلاثة اربع من اللي 11 كانوا اغنية وكانوا تجار مثل بيو كمان عداهن عدوة الامان الرائع عدوة غيرة الكنيسة العدوة الجديدة وصار كمان ومعهن السكاف ومعهن الحداد ومعهن المزارع وعمروا هالكنيسة قال له بس يا فرانسيس مش يمكن الله بده منك انه تعمر كنيسته اللي من الداخل اللي عب تعاني هلأ من انشقاقات وكان الانشقاق الكبير كان كتير بعده طازة وقريب والحروب الصليبية كانت صارت بالحملة الخامسة كانت بوقته فيمكن الله بالضياك حتى تكون بالكنيسة من جوه ترجع تشجع على الناس ترجع تعيدهم على الكنيسة فهم مار فرانسيس ركع وصلى هو ورفقاته اللي تعرف عليهم البابا وهو والبابا ركع وصلى اخد اخد بركته وصلى وقال له انت يا فرانسيس نطور مني انك تكون مرسل من قبلي راح فرانسيس على الاسيزة وصار يبشر بازن البابا صار يبرم على الضيع وعى المناطق يبشر وهو عب يبشر اخوتي يبرم على الضيع اسمعوا منيح شو صار معه لفرانسيس الاسيزة بيفوت على احدى الضيع فبقل له شاب واقفونيك قال له فرانسيس لوان فايت الناس كلها بالبيوت تاعة تخبى عندي وبعدين رجع عمرو قال له ليش ولاش حامل بايدك سكين قال له في زئب عبيبرم بالمنطقة هون على طول بخوفنا وبنبعد كلياتنا لانه صار عدد ثلاثة اربعة وقتل واحد مبارح حد العين وصارت مشاكل قال له وين هو هيدا الزئب قال له هل عبيبرم بداع وكل داعة ما انا اتجول زئب كتير كبير ضخم بيقرب مار فرانسيس وفعلا بيطلع وجه بوجه هو والزئب الزئب بيكشر عن نيابه بده يستعد للهجوم مار فرانسيس كمان بيستعد للدفاع وبيصلب ايده على وجه وبيمد ايده قدام الزئب وبيقل له عبد حدسك باسم ربنا يسوع المسيح ما بقى تقذي حدا ما بتقذي حدا من اهل هالضيعة وانت جوعان اهل الضيعة بيقدموا لك على طول اكل ما تخاف ما رح يقذوك بس انت بتوعد منك انه ما بتقذي حدا باسم ربنا يسوع المسيح قرب لعندي بيقرب الزئب وبيصير مثل النعجة الصغيرة وبيفرفك على اجراء لفرانسيس الاسيزي بيمنحس له فرانسيس بيقله اسم ربنا المسيح ببع بتقذي حدا فبيهز براسه الزئب وبيفوت هو ايه على الضيعة قال له خليني فوت اميك تايعرفوا سكان الضيعة انه انت صرت منيح بيتمشى هو فرانسيس بالضيعة السكان بتطلع لبرة بيقلهم باسم المسيح صار هيدا الزئب حنون وانتو بتعطوه اكل كل اهل الضيعة صار يعطوه اكل ومع الايام بيخبروا بالضيعة انه صار يحبهم كتير صار اولاد صغيرة تلعب مع هيدا الزئب وعملوله بيت على باب الضيعة وصار بس يفوتوا يناموا يحرص هو الضيعة اصبح من قاتل ومن هذا الزئب من واحد مئزل الضيعة لصار حارس هزه القرية وبيته على باب القرية وظلوا يحكوا فيه لعقود لهيدا الزئب اللي كان حارس صار عليهم بفضل وشفاعة القديس فرانسيس القديس فرانسيس اخوتي عام 1216 كان حبه كتير اوعى بيصلي فبتظهر عليه امنا مريم العذرة وربنا يسوع المسيح مع جوق من الملائكة وبيقله ربنا يسوع المسيح فرانسيس اطلب ما تشاء وانا بحقق لكوه انت تستحق يا فرانسيس هدية مني طلب شو ما بدك يا فرانسيس شو برأيكون القديس فرانسيس طلب اجابوا القديس فرانسيس بصلاة الهي القدوس اسمعوا شو طلب القديس فرانسيس الهي القدوس انا الخاطئ المسكين بطلب غفرانا كاملا لكل تائب اعترف وتناول وزارة هذه الكنيسة غفران كامل يا جماعة لكل انسان رح يعترف وزار هذه الكنيسة قال له ربنا يسوع المسيح طلبتك عظيمة جدا يا فرانسيس بس انت اهل لتاخد اعظم مننا بعد قال له انا ربي ما بدش شيء الا نفوس هالاخوة هولي معطرين اللي عبيجوا وفرانسيس قدما كان متأثر كان في حده مثل بابة شوك كتير كبيرة ففرانسيس قدما كان متأثر بحضور ربنا ومريم العدرة زدت حاله على الاشواك وغطى راسه يا رب انا الخاطئ ساعد اخوة الخاطئين وزدت حاله باللحزة اللي عبيزت حاله يا اخوتي على شوك تحول كبابة شوك اللي هوني كلياتها لظهور وورود واجه عليهم فرانسيس قال له انت يا فرانسيس تسحق اعظم وبعضهم بالكنيسة هونيك يا اخوة كنيسة مار فرانسيس لأسيزة بعده هيدا جم الورد بيقول او بستان الورد لغاية الان بيزهر لغاية الان مزهر واذا بتروحوا بورجوكم وين مار فرانسيس قلب على الشوك وتحول لورد شفتوا بين ايدان الرب كلنا بس نقلب ما منقلب على اي شيء قاسي منقلب على شيء طريق لما نكون مسلمين حالنا لربنا يسوع المسيح بس شو قال له ربنا يسوع قال له رح تروح لعند وكيلة على الارض لعند بابا روما وتسأله تحتى تتعمم هالأمر بالكنيسة الارضية خلي البابا يعطيك الازن شوفوا ربنا يسوع المسيح كمان بمحبته للبابا وقته قال له خلي البابا يعطيك هيدا الازن وراح القديس فرانسيس عنده البابا وطلب منه فالبابا لما سمع شو صار قال له لفرانسيس طيب كل سنة باثنين قاب بيكون هيدا اليوم الغفران فصار تعجق كتير من بعدها بسنوات وصار الناس كتير بالألاف توقف فنعطى هيدا اليوم بعدين من الأحبار العظمين نعطى هيدا الانعام لجميع أيام السنة بس بهاي الكنيسة صار الغفران كامل بهاي الكنيسة كل أيام السنة اللي بيروح بيزورها تخفر بدو يعترف بدو يتناول ويفوت على هالكنيسة إنما اعتراف صادق تناول صادق ودخول صادق إلى هيدا الكنيسة من خلال كمان حياة القديس فرانسيس نعرف القديس كلارا ما رح يحكي عنا كتير لأنه رح يبقى يكون في إلى حلقة أنا أخوتي متحمس كتير طبعا لأخد اتصالاتكم وبدي أقول للمخرج أنا متحمس كتير ذكرني بالوقت بس يصير لأنه مع مار فرانسيس والأدسين بينسى حالب ينسى الإنسان نفسه فبيشوفوا أحد البرس القديس فرانسيس كان يعتني كتير بالبرس والمرضى ففي مرة كان إنسان أبرس كتير لدرجة ما يفوتوه على الضيعة بيقرب مار فرانسيس بيعبطه وبيبوسه وتحية كتير كبيرة من القلب لبابا روما فرانسيس الحالي اللي كمان عمل هيك أموره وعبط واحد كمان صايبه البرس ومرض خطير وباسه ففرانسيس بيبوسه بيبوسه لهيدا الأبرس ومن بعد ما يبوسه للأبرس بيقل له الأبرس لما يتحنن عليه وعب يغسله عب يطعميه الأبرس ما كان قادر يشوف إلا هيك خياله لمار فرانسيس شو بيس قوله لمار فرانسيس بيقوله أنت هو يسوع هالإنسان هيدا فكر أنه يسوع المسيح اللي زهر له عبيش في جروحه وإنت كمان فيك تكون قديس وإنت كمان فيك تكون يسوع آخر لما تعمل لأخوة الصغار هيدا الأمر فكروا يسوع شوفوا قداش عمل الرحمة عظيم رح ياخد اتصال سلام المسيح بقلبك أبونا يا رب سلام المسيح بقلبك طول لي عمرك فضل أنا بدي صلي على نية العالم كله منذ بذل خليقه آدم وعوه حتى الآن أمين أشرار وأخيار أمين وبي صلي على نية جميع اللبنانية وخاصة بصلي على نية شهلة الجيش اللبناني أمين وعلنية الجيش اللبناني كل عسكري منتشل على هدود أمين طبعا وعم يحمينا وعم يوقف بالبردو بالصعب هالليالي والصعبة ولوما هنما كنا عم نحكي مع بعضنا أمين أمين أكيد أمين أه وبي قول كمان الله يحمي الجيش اللبناني ويبارك ويقاتسه يا رب والله يعطيهم العافي هن العين السهر ويحمي الوطن كله أمين والله يحميك بدأ شرغي اعتصالك حبيبي بنصليه لك وأيضا بركة ربنا يسوع المسيح وبركة فرانسيس الأسيزة بتكون معها في حياتك يا رب حل على الجميع يا رب أمين أخوتي بدي كمل بدي أقول في القديس فرانسيس قال صلاة كتير حلوة يا رب استعملني لسلامك هيدا القديس فرانسيس كان صلاة لقلو بقلب الكنيسة صلاها وطبعا خلا كلارة تصير كمان من القديسين اللي فوتها على الدار رهم كل المشاكل وقبل ما خلص بيقول هيدا الصلاة بس بيقول لكم كمان انه راح على البلاد على مصر وقطع على المعارك اللي صارت بالقدس بين الصليبيين وبين الإسلام وفات لعند السلطان ما بيعرفي حكي عربي صلاة سلطان سلطان وصلوا أخدوه قالوا له انت جاسوس قبل ما يقتلوه شافوا السلطان وكان فيه مترجم هناك فقال له للسلطان أنا جاي أدعيك للمسيحية قال له عبد جن جاي تدعي ملك المسلمين للمسيحيين بعد حديث طويل كل الليل وأمله حماية الملك وبعته قال له يمكن انت اليوم ما حولت حدا للمسيحية بس إذا كل المسيحيين مثلك كلنا منصير نحنا مسيحيين إذا كل المسيحيين مثل فرانسيس الأسيزة العالم يتحول إلى المسيحيين أنا من اليوم صديق مع يسوع وصديق مع المسيحيين وراح يعني أخوت لو فعلا كان كل المسيحيين مثل فرانسيس الأسيزة أكيد كانت حول كله العالم للمسيحية يا رب استعملني لسلامك فأضع الحب حيث البغض والمغفرة حيث الإساءة والاتفاق حيث الخلاف والحقيقة حيث الضلال والإيمان حيث الشك والرجاء حيث اليأس والنور حيث الظلمة والفرح حيث الكآبة يا رب استعملني لسلامك كمان آية النشيد عن الشمس الرب الكلي الطوبة وحدك أنت أيها القدير نحن كل يتنا ما منقدر نعمل شي بدونك مباركة أختنا الشمس فمن خلالها منشوف النور مبارك خينا الأمر مباركة النار مباركة نمجد يا رب اسمك شوفوا صلى عن كل شي القديسة فرانسيس الأسيزة للنار للحيوانات لكل شي وكانت الحيوانات تطيع القديسة فرانسيس كما كانت تطيع آدم الأول يعني شوفوا التحول هو إلى آدم الأول البريء المقرب من الله والحيوانات كانت تطيعه طيور السماء كانت تطيعه وتقدر تحكي معه محطات بحياة القديسة فرانسيس على السريع إذا ولد 1180 مات 1224 صار في كتير مشاكل بعد ما رجع من عند العرب صار الأباء اللي معه يحاولوا أنه يملكوا مباني يحاولوا أنه يملكوا حيوانات أو كذا هو كان ما بدوا أي حدا يملك أي شي طلق قعد بمغارة وبدي أقل لكم من وراء القديسة فرانسيس الأسيزة صار فكرتنا أنه يسوع ولد بمغارة بدل ما يكون أنه بقلب مزود وبيت لحم ببيت أحد الأشخاص إنما لأ مع فرانسيس الأسيزة وبالـ 1224 أو 23 إجت القصة أنه لأنه زين لربنا يسوع المسيح أنه ولد بمغارة قصة المغارة بلشت مع مار فرانسيس الأسيزة قبل ما كان في أي فكرة لو ولادة ربنا يسوع المسيح بمغارة هذا بس اقتضى التوضيح 1209 دخلوا سمع الإداس اذهبوا بالعالم كله وبشروا بربنا يسوع المسيح بـ 1210 اذهب فرانسيس وجمعته للقاء البابا وطلب الإذن لجماعة جديدة 1212 كلارا إلى الدير بفضل طبعا ربنا وفرانسيس الأسيزة 1212 فرانسيس الأسيزة إلى الأراضي المقدسة 1224 اعتزال فرانسيس في الجبل بعد صوم 40 يوم نال من الله سمات المسيح المسلوب وصار عنده طبعات أو جروح ربنا يسوع المسيح بإيديه وبإجراء 1224 وبليلة 23 الأول تم إذن لقاء بربنا يسوع المسيح وأسلم الحياة وكتب بوقت نشيد الخلائق كله وكان عطول يرنم ويصلي إلى ربنا يسوع المسيح بركة تكون معكم جميعا طالما بعد معنا دقيقة أخوتي رح نسمع نختم بترتيلة للإديس فرانسيس مقطع من ترتيلة وتحية كتير كبيرة وبدي أطلب أنا كمان بركة البابا فرانسيس اللي منحبه كتير واللي بذكرنا بالإديس فرانسيس نسمع سوى مقطع من ترتيلة مار فرانسيس شو السر يا اللي فيك عطرك فرانسيسي عجلة صلى البخور ويطل فجر النور ويطل يطل عاوج لكنيسي هالإيمان الفيك يا بابا فرانسيس يعطيك ويغنيك يا بابا فرانسيس تحني بيعلج بينك شكتار محبينك إن شاء الله طول سنينك يا بابا فرانسيس إذنك يا بابا فرانسيس أ الأزوانيس أحد الشياء إذنك يا بابا فرانسيس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بركة ربنا معكم جميعا امين الى اللقاء اشتركوا في القناة